هلو اصدقائي شونكم اليوم راح نسوي وصفة تفيد المغتربين خارج العراق مثلي واللي هي اللحمة بعجين عراقي أصلي أول شي نحتاج بصلايتين نقصهم بالنص ونقشرهم هسه راح أثرومهم بهذه الطريقة هذه أسهل طريقة لثرم البصل أقصها بالطول وبعدين بالعرض وبعدين أثرومها أخلي البصل بطاوة شوية ملح القلبة يمنى يسرى إلى أن يصير لونه بني هسه راح نسوي الصلصة مالة طماطع مالتنا طماطع بدون قشر فلفل أخضر فص ثوم ملح وفلفل وأخلطهم بالخلاط وهسه ركزولي على هاي الفيكة طاوة مال البصل مالتنا نفسها أضيف لها الصلصة وأحمرها هسه عندي اللحم مالتي أضيف للبصل بعد ما برد شوية وأضيف وراها صلصة الطماطع وأخلطهم كل جزين ونخليها على صفحة هسه راح نسوي العجينة مالتنا 200 جرام طحين صفر أضيف لها خاشوقة ملح أخلط الملح والطحين سوا وهسه أضيف لها 60 ملي لتر من المي الدافي ما أضيف كله أضيف شوية شوية أستعمل ستشينة أخلطها كل جزين إلى أن أصل عدي عجينة وأبدأ أعجنها لمدة 5 دقائق بعد ما صارت عدنا خوش عجينة أقطعها مثل ما تشوفون وأسويها كرات صغار وهسه راح نفتح العجينة مالتنا نسويها لازم كلش خفيفة يعني إذا نخليها عضوة ونخلي إيدنا وراها نقدر نشوف إيدنا أخليها على صينية ملفورن بها شوية طحين أشتري الطحين من الوجه باستعمال فرشة نخلي الخلطة على الوجه ونفرشها بالتساوي هسه أعدي أهم شيء طريق الشوي خلي صينية الفرن على الطباخ على نار وسط إلى أن يستوي العجين ويبدي عندي اللحم يصير لونه بني بعد ما يستوي أطقلة بيضة بالنص وأرجع عشيلة شوية شوية أدخله بالفرن ومشغل بس نار الفوق 10 دقائق وكملنا وهذا اللحم بعجين العراقي كملنا حار ومقسب ورخيص وفي مالا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر